جوه كل واحد فينا فيه قوضة والقوضة ديت فيها صندوق صغير الصندوق دوت مليان زكريات في شكل صور واغاني والصور والاغاني ديت بتنط قدامنا كل ما نمشي في شارع قديم او نعدي قدام مدرستنا او كليتنا او قهوك ونبنعد فيها مع اصحابنا او حتى نعدي قدام محلة اس كريم في شارع قديم في اسكندرية الفاصيلة عشناها ما حكناش عنها لحد اسمها احلى الاوات الحلقة ديت هكون مقسومة نصين نص شوية هيكون كلام شوية كده عن علم النفس اللي هو الجزء الاول وفي النص التاني هنشوف ازاي المخرج هالة خليل قدر يتعبر بالسينما عن الموضوع ممكن تفتكر ان الدافع الاساسي ورا نيوسرية وسلمة وضحة يدخلوا المغامرة اللي دخلوها ديت عشان يعرفوا مين هو اللي بيبعت الجوابات لكن الحقيقة انه لا السبب الحقيقي واللي هم برضو ممكن يكونوا مش عارفينه هو ان التلات شخصيات اللي عندنا اللي هي ضوحة وسلمة ويوسرية رفضين لحاضرهم فكان عندهم استعداد للرجوع للماضي هنشرح ازاي تعالى بس نتكلم في حاجة الاول لما بنمر بتجربة صعبة في حياتنا زي التجربة اللي بتمر بيها سلمة اللي هي وفاة والدتها واللي بنعرف مع الفيلم انها مش كانت بس والدتها لأ كانت كمان همزة الوصل ما بين سلمة والعالم الخارجي سلمة كانت عايشة متوقع على نفسها وكان اللي بيربطها بجوز امها او حتى جرانها او اي حاجة متوقع على في حياتها هي مامتها وانها ما كانت شخصية اجتماعية خالص فلما توفت مامتها حست بشعارين في نفس الوقت شعر الاول وهو الفقد انها فقدت امها يعني والشعر التاني بالواحدة لان الشيء اللي كان بيخليها تتصل بالعالم الخارجي ما بقاش موجود فحست بالواحدة نيجي لدوحة لو بصينا على دوحة هل انها برضو عندها مشاكل زي مثلا ان خطبة مش عارف يفهمها ولا يحتويها وزي احساسها بالتوهان بانها مش عارفة يعيز ايه وكمان احساسها بالفشل وانها محقيتش اي شيء في حياتها وانها مجرد بنت بتاعت ألا كاتبة زي ما بتقول على نفسها زي تخوفها من الجواز انها تكون زي صاحبتها يسرية يسرية هي مستقبل دوحة المخيف او اي انسة تانية يسرية تلك الزوجة العاملة المطحونة اللي لخصت السيناريست حالتها كلها في جملة واحدة كانت أكثر بلاغة تفهمنا يسرية حاسها بايه من جوة بجملة واحدة بس انا عايزة ورد عايزة ورد ابراهيم اصعب حاجة عالست انها تطلب انها تتعامل كست الخلاصة ان الحاضر بتاعت ثلاث شخصيات نايل بستين نيلا بس برضو بشكل نزبي عقل الانسان لما بيكون الانسان دوت بيمر بأزمة ازمة في الحاضر او مشاكل او نوع من انواع رفض الزات وانه يكون غير راضي عن نفسه وعن وضعه عموما في الحياة عقلنا في الوقت دوت بيستخدم آلة دفاعية والآلة الدفاعية ديت هي الهروب للماضي بعيشنا في الماضي عارفت البطل لما يجبوه في اي فيلم ويحس بالانهزام والانكسار وانه خلاص الدين بتتطرب عليه هتلاقي دايما البطل بيرجع لبيته القديم لصحاب القدام لأي شيء من الماضي لان الماضي في الوقت دوت بيكون زي comfort zone او منطقة امنة بيلجع لها البطل بالذات لما يكون المستقبل مجهول لان الماضي كلنا عارفين اللي حصل حتى لو اللي حصل كان وحش بس احنا عارفينه فبالتالي فيش خطر منه وعقلنا في الوقت دوت بيصور لنا الماضي بشكل مثالي تام ابيض واسود بيمسح كل الاسود وبيسيب بس الابيض بيشيل كل السلبيات وبيسيب بس الاجابيات احديك مثال زي انا مثلا دلوتي انا متخرج من الكلية بالي اسبوع وحرفين ما عرفش ايه اللي جاي يعني حرفيا انا اقضام المجهول انا كنت محبوس في نظام بقلي فترة سنين عملي كلها متعود سنة ورا سنة ورا سنة المرة دي حرفين انت فجأة كانك بتطلع في دوار سلم وفجأة بيت عصط فانا ما عرفش ايه اللي جاي فحقالي بيصور لي ان السنين الكلية واسنين التعليم كانت جنة بيشيل كل السلبيات وبيحطوا كل الاجابيات بيشيل بقى الخوف من الامتحانات وزان اتلاقي لي مشاريع التخرج والتسلمات والشتات وكل الدوشة ديات وبيحطي لي بس الاجابيات بحرفين بسهول اللي قيم التعليم كأنها جنة بيغدعن يعني وزي ما قلنا دي قالة دفاعية من العقل لما بيكون الانسان خايف او رافض المستقبل والحاضر فبيلجأ للماضي في فيلمنا كل ما كان الحاضر سيء للشخصية زاد رغبتها في انها تدور على صاحب الجوابات زي اسرية اسرية كانت اكثرهم تهور ورغبة في معارفة صاحب الجوابات كانت بتدور حرفية من قلبها بتستخدم كل حاجة تعرفها عشان تدور اكتر حتى من سلمة زاد نفسها اسرية كانت اكثرهم حماسة وايضا اكثرهم تعاسة تعالى كده نبص احترات شخصيات هتلاقي ان سلمة بتمر بحالة وفاة امها حالة مؤقتة بيصيرها في يوم الام تعدي منها يعني متهقل الجوابات دي لو كانت جات لسلمة في وقت تاني وهي عادية في حياتها العادية كانت ممكن ترمي الجواب ما تفكرش اصلا انها تدور حرفية مكانش هتهتم ووضوحة حالها قابل للتغيير ممكن حياتها تتغير عادي تقابل حد تاني تحبه ممكن تنجح في اختبار في التمثيل في اي فيلم في اي اوديشن لكن يسرية كانت اكثرهم حماسة وايضا تعاسة نيجي بقى للجزء بتاع السينما ازاي المخرج هالة خليل عبرت عن حالة الوحدة والعزلة اللي بتمر بيها سلمة عبرت عنها ازاي بالسينما هتلاقي ان اغلب المشاهد اللي في عز الزحمة والشوارع وحتى على الكورنيش في النيل وفي وسط الناس وحتى المدارس والدوشة ووسط البلد ومحل الكشر وكل حاجة تحس ان الصورة مفياش صوت الصوات الخلفية شبه مش موجودة واطية جدا لدرجة ان انت ممكن اوقات كتير متحسش انهم انهم في شارع شالت ووطت كل اسوات الخلفية وسبتنا مع الموسيقى التصورية الايكونية لخالة حمات الموسيقى التصورية باعت خالة حمات في الفيلم دوت كان بطالها الكمان حتى تبروز وحدة وعزلة البطلة حتى اسمع كده حاجة حالة خرافية من هالة خليل في الفيلم ده فيلم احلى لوقات زي ما قلنا في اول الفيديو هو فيلم التفاصيل حاجة كده من روح محمد خان اللي بالمناسبة مؤلفة الفيلم هي تبقى زوجته والمخرجة بتاعت الفيلم تبقى تلمسته فهو هتحس كده يروح محمد خان في الفيلم طول الوقت نيجي بقى للطريقة اللي قدمت بها المخرجة الشخصيات في كذا طريقة عشان تقدم شخصيات الفيلم ولا بعرف المخرج اذا كان شاطر ولا لا من طريقة تقدمته للشخصيات اختارت هالة خليل الطريقة الاصعب ولكنها الاجمل وهي طريقة التفاصيل هي انها تجيبلك مواقف ما بين الشخصيات عشان تعرف طبيعة العلاقة بينهم زي سالمة وزوج امها اللي اتنين قاعدين على صفرة واحدة واحدة في اقصى اليمين وهو في اقصى الشمال مسافة بعيدة جدا عن بعض وكمان في حجز في النص حجز كده في السينما بيتحط كده هحسسك ان شخصيتين كل واحدة في جانب وكمان وهو قاعد هما بيأكلوا ويتسألها عايزة كم علاقة سكر فبترد وتقول له بطريقة مقتضبة كده انا ما باخدش سكر اللي هي تفصيلة اي اتنين عشان في بيت واحد يعرفوها عن بعض فهيبينلك قدية هما ما يعرفوش بعض زي هم زي اي اتنين غراب حتى سامي العدل خطير جدا عشان يبينلك ان هو اتصدم ان هو فعلا ما يعرفش او من هو اللي مربيها حقيقة سامي العدل ده افضل دور شفتوا ليه في حياتي يعني ده اولا ارواع من سامي العدل في الفيلم ده سامي العدل هنا يمكن الا اول مرة يحبه كممثل الاول يجي لضحى وخطبها ضحى قاعد عمالة تحكي باهتمام ايه اللي حصل وبتتكلم مع خطبها بمنتهى الاهتمام هو قاعد بيقفل المحله مش مهتم حرفان بالله بتقوله وبيرد على عد الكلمة وخلاص يبينلك ان طبيعة العلاقة ما بينهم ان هو مش عارف يفهمها ولا يحتويها وهي حسد ده كنها برضو بتحاول نيجي بقى ليسرية وابراهيم اللي اتنا عمان يتخنقوا خنات خناقة كبيرة وسب لها البيت ومشي فهو ماشي بتنادي عليه بتقوله هات حاجة وانت جاي فده واتي بيقلك قديني اللي اتنين بيتخنقوا ويتصلحوا كذا مرة في اليوم لكن هم زى هم زى اي زوجين مصريين بانتياز يعني بيتخنقوا ويتصلحوا من غير ورد من التفاصيل الحلوة اوه في الفيلم العربية كل ما بتشوفها طول ما هي ماشية بالدورة عشان تعرف مين صاحب الجابات طول الوقت كتشايفها وراها العربية بترعبها وفي اخر الفيلم بيكتشف ان العربية ديت هي عربية جزء امها الدكتور ربيع اللي كان قدامها طول الفيلم وهي بتدور عليه يعني كان حرفين هو قدامها طول الوقت وهي بتدور عليه زي وزي السعادة اللي بتكون موجودة في الحاضر طول الوقت بندور عن السعادة في المستقبل او الماضي رغم انها قدامنا طول الوقت في الحاضر لكن عقلنا مشغول بالماضي والمستقبل ونسينا الحاضر تماما فاسقاط ولا اروع من المخرجة هلا خليل نيجي بقى لرسالة الفيلم الفيلم كان عايز يقولنا ايه بمنتهى البساطة الحقيقة ان رسالة الفيلم كانت موجودة في شخصياته سلمة كانت بتقابل الماضي طول رحلة الفيلم يعني من اول الفيلم مو احنا قابل الماضي سلمة ونكتشفها مع الوقت كلنا بنتعامل مع الماضي بطرق مختلفة سلمة كان لازم تختار الطريقة اللي هتتعامل بيها مع الماضي وكان فيه ثلاث شخصيات قدامها وقدامنا يتعاملوا مع الحقيقة في الفيلم ابو سلمة وجرها ضد الاستاذ عبد السلام هشام جرها وابوها كانوا عايشين اللحظة عارفين ان المطعة في الرحلة مش في الوصول هشام جرها دوت مكانش مهتم انه يسيب هندسة او اللي حواليها هيقوله ايه حتى هو قال ان القرار تغيير حياته مكنش صعب عليه بس كان صعب على حواليه وابوها نفس الكلام عايش حياته مش مهتم ايه بيحصل ولا ايه اللي بيحصل مبسوط بالحاجات التفاصيل الصغارة اللي في يومنا ابوها وجرها كانوا عايشين التفاصيل الصغارة اللي في اليوم اللي بتخلينا مبسوطين من غير ما نعرف في حيات صغارة كده في اليوم بنستمتع بيها مش شرط الانجازات العظيمة تكون هي اللي بتبسطنا ممكن التفاصيل الصغيرة قعد حلوة مع صاحبنا على القهوة تمشيها حلوة عن نيل كتاب حلو بنقراه فيلم سينما فيه فكرة وحدوتة ندخله حد يحكينا حدوتة تبسطنا أو تبكين أو تتحكتنا وتفكرنا أننا بناء دمين التفاصيل الصغيرة كده بتاعتنا بتاعتنا إحنا البشر مش شرط الإنجازات العظيمة وزي ما قلنا المتعة في الرحلة مش في الوصول يعني بمتعة البساطة هشام مش شرط أكبر واحد بتاع رايز في البلد ولا أبوها أكبر مصار في البلد إلا أن هم مبسوطين مرتحين مرتحين مع اختيارهم اللي اختروه في حياته عكس أستاذ عب سلام اللي حبس نفسه في الماضي وشاف أن عمره ما هيتبسط غير بالأوقات اللي هو عاشها زمان حبس نفسه في الماضي لدرجة أنه عرف سلمة من أول ما شافها لسعدت الوقت المختفز بالجواب الاتنين يتعاملوا مع أحلى الأوقات بطرق مختلفة أستاذ عب سلام مرت عليه أحلى أوقات وحبس نفسه فيها وفتكر أن عمره ما هيتبسط تاني ورين دي كانت أحلى أيام عمره وأن عمره ما هيتبسط تاني فطول الوقت حبس نفسه في الماضي عكس جارها وأبوها اللي عارفين أن أحلى الأوقات هم اللي بيعملوها لأنها بتكون موجودة في الحاضر في التفصيل الصغيرة فبيعرفوا يعملوا أحلى أوقات بتتجدد وتتغير كل شوية دايما مع كل وقت حلو بيعد علينا مع أهلنا أو صحابنا بيزورنا الخوف وبنفتكر أن اللحظات الحلوة دي عمره ما هتتعود وأننا عمره ما هنتبسط زي اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي والخوف ده بيفسد علينا المتعة اللحظية أو حتى على المدى البعيد لازم تتحول لماضي كده وأسطورة بعيدة عشان نقول آه دي كانت أحلى وقت ولكن لو إحنا عايشينها ما بنحسش بقيمتها ودي لسالة الفيلم إنك تستمتع بالحاضر تعيش تفاصيل يومك الصغيرة اللي أنا لسه متكلم عنها من شوية للأسف في حياتنا الحالية بقت كل حاجة بسرعة ما بيناش نستمتع حتى بكوباية القهوة بالكتاب اللي بنقراه بالقعدة بقى كله بسرعة لازم توقف وتتأمل اللحظات اللي بتعيشها في حياتك ما تبقاش الحياة لمجرد الحياة واتيش حياتك بمنطق الفترات فترة 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 بدون كده ما تستمتع ما تبقاش عم زي واحد جاي بأكله وبيأكله بسرعة كده لإدرجة أنه لحد سأل الأكل اللي كانت طعم وحلو ولا وحش مش حعرف يرد لأنه كانوا لمجرد أكل حاول تستمتع ما تبقاش الحياة تعيشها تقضية واجه المخرجة هلا خليلة عملت حاجة ما بتحصلش في الأفلام المصرية كتير إنها حطت الفيلم لبين كوتشان كوتشان دوت اللي هو علامات التنصيص يعني بدأت الفيلم ونهيته بنفس الحاجة أفلام قليلة قوي اللي حصل فيها كده يمكن مثلا فيلم هواقات فراغ اللي احنا كلمنا عنه هنا في القناة وفيلم الكيف نفس الكلام ابتدى وانتهى بنفس الحاجة المخرجة هلا خليلي ابتدت الفيلم بأغنية الدنيا ريشة في هوا بصوت سعد عبدالوهاب ونهيتها بصوت محمد منير بس بتوزيع جديد للأغنية عشان تأكد فكرة الفيلم إن اللحظات الحلوة قابلة للتغيير بطرق مختلفة وممكن كمان مع ناس مختلفة وإننا ممكن نستمتع باللحظات الحلوة بأكتر من طريقة وفي النهاية فيلم أحلى وقات واحد من أفضل الأفلام المصرية اللي شفتها في حياتي وإنه حقيقي فيلم مش واخد حقه وكمان عن قصة مصرية أصلية مش متاخذ من فيلم أجنبي أو أي حاجة تخيال معالم مخرجي هلا خليل قدمت لنا وجبة تسمة مليانة غمود وإصارة من غلّة ضرب نار ولا جسس ولا قضايا في محكمة لا إصارة في قصة إنسانية نفسية مفيش أحلى من كده يعني متهالي لم ترى فيلم مصري قدمني حاجة غمود وإصارة بالشكل دوت في قصة إنسانية نفسية عادية من غير بقى لقضية ولا بوليس ولا أي حاجة مجرد قصة حدوتها وملاقيتش بصراحة في العيد أنسب من فيلم أحلى وقات أن أنا أنزل الحلقة بتاعته لأن منتهى البساطة فيلم أحلى وقات كلنا محتاجين نشوفه ونفهمه ونتأمله لأنه سيغير أكيد حاجات كتير قوي جوانا هغير استقبالنا للحاضر ورؤيتنا للمستقبل وأكيد رؤيتنا للماضي أنا من الناس اللي بتحب دايما تتأمل الشخصيات الأفلام تفتكروا يسري وإبراهيم حصل لهم إي دلوقتي ضحى وخطبة يطرق جوزوا أصلا يطرق إي هلأ حصل لهم والسؤال الأهم سلمة وإشام لها سلمة وجرع حصل لهم إيه تفتكر تجوزوا سفروا عايشين فين شكل حياتهم هيكون عاملة إزاي اكتبوا لي في الكومنتات إيه توقعاتكم من شخصيات الفيلم كل سنة متطيبين ومتجمعين وعايشين أحلى لاوات